بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة والله هذا الإله العظيم مهما مهما تعمقنا في رحمته ومغفرته لا نستطيع أن نتخيل مدى الرحمة التي ألزم الله نفسه بها يكفي أنه قال ورحمتي وسعت كل شيء الكون أيها الأحبة المرئي وهو جزء صغير من الكون الكون المرئي قطره أو نصف قطره عفوا يعني المسافة إلى أبعد مجرى مرئية بالنسبة لنا 13 مليار سنة ضوئية السنة الضوئية هي 10 تريليون كيلومتر أضرب 10 تريليون كيلومتر مضروب في 13 مليار سيعطيك 130 مليار تريليون كيلومتر تصور نحن الآن نستطيع أن نتخيل هذه المسافة ولكن بالأرقام رحمة الله أوسع منها ما رأيكم ورحمتي وسعت كل شيء لذلك انظروا إلى هذه الآية التي أحببت أن أتوقف معكم حولها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كلمة قل هنا أيها الأحبة يريد الله يريد الله عز وجل أن يوصل لك رسالة من خلال هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عندما تقرأ هذه الآية تتذكر رحمة النبي بكلمة قل يعني قل يا محمد أبلغهم أبلغ هؤلاء العباد هذه المعلومة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لم يقل الذين أخطأوا لأن الإنسان قد يرتكب خطأ بسيط وينتهي لا أسرفوا الإسراف أيها الأحبة هو المبالغة ومجاوزة كل الحدود تجاوز الخطوط الحمراء يعني الكبائر من الإسراف الشرك من الإسراف الإلحاد من الإسراف والظلم حتى لو كنت ملحدا وارتكبت الزنا والفواحش والشذوذ الجنسي أحيانا وفعلت كل كبيرة وصغيرة هذا هو الإسراف هذا الإله يناديك أيها المسرف على نفسك يا من تدعون أن هذا الإله يريد أن يعذب الناس ظلما هو يناديك ويقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا لا لا تقنطوا طيب ما الفرق أحبتي في الله القنوط أحبتي في الله هو أقل درجات اليأس لذلك كلمة لا تيأسوا كلمة كبيرة الإنسان يبدأ يفقد الأمل شيئا فشيئا من رحمة الله يبدأ بالقنوط بالطاء طبعا وليس بالتاء لأن القنوط أي الخشوع لله أما القنوط بالطاء هو أقل درجات اليأس يعني أحيانا الإنسان ينتابه يأس بسيط يسمى قنوط انظروا يخاطب هذا الإنسان الذي ارتكب الفواحش وأخطأ كثيرا في حق الله وأسرف في الظلم والعدوان على الناس على الرغم من ذلك يقول له إياك أن يمسك بعض اليأس لا تقنط إياك أن تقنط ولو قليلا من رحمة الله يجب أن تتذكر رحمة الله في كل موقف حتى وأنت تعص الله ينبغي أن تتذكر هذا الإله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله طيب ماذا بعد ذلك هنا تأتي المفاجأة أحبة في الله إنسان يظن أن الله لا يغفر له إذا سرق أو زن أو عق والدي أو فعل أي فعل آخر أو حتى الحد يظن أن الله لا يغفر له الله هنا يصحح لك المعلومات يقول لك إن الله يغفر الزنوب جميعا إن الله يغفر الزنوب جميعا كل الزنوب التي تتخيلها والتي لا تتخيلها يغفرها الله لماذا إنه هو الغفور الرحيم غفور ورحيم غفور قد يغفر الزنوب ولكن يتركك وشأنك لا يغفر لك ويرحمك يبدلك سيئاتك بالحسنات أنت تعصي الله أنت الآن تعصي الله وتكفر وتلحد وترتكب الفاحشة وأكلت أموال الناس في الباطل وأكلت مال الربا وشربت الخمر على الرغم من ذلك الله يقول لك تعال كل هذه الذنوب الله هو الذي يغفرها والتوبة تكون بينك وبين الله عز وجل مباشرة لا دعي لأن تذهب إلى فلان أو فلان أو مثل بعض الديانات يعني هناك مجلس للتوبة أو الاعتراف أو كذا لا يوجد هذا الكلام التوبة تكون مباشرة بينك وبين الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنا أحب أن أتوقف قليلا أيها الأحبة مع من يدعي أن هذا الكلام كلام بشر أعطوني كتابا في الكون أنا قرأت مئات ربما آلاف الكتب هناك مليارات الكتب حول العالم أعطوني كتاب فيه مثل هذا النداء أعطوني كتاب واحد فيه مثل هذه الرحمة لا يوجد أيها الأحبة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لذلك أيها الأحبة هذه الآية ينبغي علينا أن نتذكرها كلما أصابنا شيء من القنوط أو شيء من اليأس أو شيء من الحزن أو شيء من الخوف من المستقبل ينبغي ينبغي أن نتذكر هذه الآية أيها الأحبة ونحفظها على فكرة الحفظ ضروري جدا أحبتي في الله لا تقرأ هذه الآية وتمشي وتمر عليها لا اكتب هذه الآية احفظها في قلبك رددها قبل النوم أي موقف يعترضك تذكر هذه الآية كل مواقف حياتك هناك آيات تلخص لك هذه المواقف وتجد لك الحلول المناسبة لأي موقف أي مشكلة لابد أن تجد آية تساعدك على حل هذه المشكلة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أيها الأحبة بالله عليكم إذا كان هذا خطاب الله لمن أشرك وألحد وأسرف على نفسه وارتكب الموبقات وارتكب الفواحش وأخطأ في حق الله وفي حق عباد الله إذا كان هذا خطاب الملك القادر الجبار يخاطبه ويقول له لا تقنط إن الله يغفر الذنوب جميعا يخاطبه بهذه الرحمة كيف نتصور خطاب الله لإنسان مؤمن يقول يا رب كيف نتصور نظرة الله إلى من من يقول يا الله ويثق بالله ويؤمن بآيات الله ومنع نفسه عن الإسراف منع نفسه عن الهوى نهى النفس عن الهوى نهى نفسه عن الفواحش هذا الإنسان آمن بالله وبآياته ويعمل من أجل عباد الله كيف يعامله الله بالله عليكم إذا كانت هذه معاملة الله مع المسرفين كيف يعامل عباده المؤمنين لقد أعد لهم من النعيم ولكن أيها الأحبة الدنيا دار بلاء الإنسان عجول يريد بسرعة يريد الخير وهو لا يدري أن هذا شر له الدنيا دار بلاء كلما أحبك الله ابتلاك أكثر ليقربك إليك يريدك أن تدعوه يريدك أن تلتجئ إليه سبحانه وتعالى فيصيبك ببعض البلاء أو الاختبار أنا أسميه اختبار الحقيقة اختبار الرجوع إلى الله لذلك أخي الحبيب إذا أصابك يأس أو قلة رزق أو خوف أو أقل درجات القنوط أردد هذه الآية واحفظها واكتبها وتذكرها دائما عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر